السلام عليكم. السلام عليكم. البلاء موكل بالقول. البلاء موكل بالقول. البلاء موكل بالمنطق. ستقول ساعة المصيبة وأنواع المصائب الكثيرة جدا. هل ستقنط أم ستصبر ولا تقول ولا تقول ما يغضب الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على رجل ليعوزه فكان مريضا فكان عنده حمى فقال له تهور قال له لا بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور فقال الله الرسول تهور يا رجل قال له بل حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور أو على شيخ كبير تزيره القبور حديث في بخارج قال له إذا نعم فمات هذا الرجل من صبر في الصباح فالحق الأدلاء موكر بالقول رب رسول الله تعالى بيمتظر ما ستقول إن قلت خيرا فخير وإن قلت شرا فشر فكثير جدا من الناس قاتل نفسه أو جاب لنفسه مصايب لسانه وهو لا يدري وهو لا يدري وهو لحظاتكم بعض الأمثلة عشان كل واحد يتقل له ويتحكم في لساني قبل أن يتكلم عشان لا يريد نفسه مورد تهلوك هو لا يعني يعني احنا قلنا الراجل ده يكاد يكونه قتل نفسه بنفسه طبعا ربنا القدر محتوم مكتوب والأجل مكتوب لكن رب رسول الله تعالى بيسبب الأسباب فالرسول صمم قال له لما أبو صمم لا بل حمى تفور عشان وزير قلون أنا ميت ميت قال له خلاص قال له إذا نعم راح الراجل مات تاني يوم فكثير من الناس بيقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى عند وقاية مصيبة ويقول أنا راح في داهي الموضوع ده فاشل فاشل قال أنا ميت ميت فهناك أصل ضعيف وهو أصل ضعيف تفاعلوا بالخير تجدوه ف ما تسببش أنت في الوقاع المصيبة خليها تجي من عند ربنا سبحانه وتعالى لك أنت ما تجيبهاش بنفسك لنفسك لأن ربنا الملائكة تنتظر ما تستقوله ستكتوا في الصحائف ويبقى مكتوب في اللوح المحفوظ أن المصيبة هتنزل عليه لأنه سيخنط ويقول كذا ربنا عارف أنك هتقول فمكتوب في اللوح المحفوظ أو أنك هتستصبر ولن تقول ف حضروا لحدكم بعض الأمثلة الهامة جدا لكي نتقل الله لأن أكثر الناس يقع في هذا القطأ وربنا أكون أنا واحد منهم فعلى عددكم نعمل إيه عشان إنسان يتحكى في لسانه إذا إنسان قال الكلمة دي يتوب إزاي ربنا سبحانه على طول عشان ما تكتبش هذا الكلام ويتحق ف سيدنا نوسف عليه السلام نبيهم كريم عندما تكلمت عليه النسوة فقال ربي السجن أحب إليه مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السامير عليهم ثم بدأ له من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين طيب فأوحى الله ربي رسول الله تعالى وفي السجن قال الله يا يوسف الحديث صحيح فأنا اصلت على that في التفسير هذه الأيات ياهfel السجن فالسجن لو مسأل أنك اتتنا لل ل cherفظ هو اللي قال السجن أحب إليه طيب اللي لم تقول له المعافاة أحب إليه فسيدنا يوسف فالقدر الله سبحان الله تعالى ما يقول المعافاة أحب إليه recent Restaurant فالفراء لقد قلت له السجن باستي الكلمة والعسوك يقول له وليزي نفسي بيدي لا يعافاه الله لكنه طلب السجن فقال لي فدخل السجن المل تكلمة ودخلي سيدنا سيدنا سجن شو كلمة انسان يخلي بقى اول كلامه ايضا بقى مسألة كثيرة جدا لسيدنا يوسف تبقى لكم دا سيدنا يوسف النبي كبير فبالكم بقى بالناس بالبشر العاديني زي نحن شوفوا ما سيدنا يوسف سيدنا يوسف لما رأى الرؤية اللي أنقصت مصر من القحط اللي ضرب العالم كله وخرج من السجن وكان مظلوم وهو حق الناس اللي يكون عزيز مصر فقال قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيز عليهم لذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوق بينها حيث وشاء يصيبه برحمة النمى النشاء ولو نضيعه أجرى المحسنين تقوم بتقيمت الآية دي بعد السنة كاملة الرسول العسام يقول في الحديث في الآية دي قال والذي ناس بها دي لو أن يوسف لم يسأل الملك أنه يجعله على خزائن الأرض لأخذها من توه لكنه سأله فأخره الله عاما كاملا سيدنا يوسف شوفوا الناس شوفوا الرسول العسام يقول ليه نحن نعطي الإمارة لمن يطلبها فمن أخذها بطلبه ووكلة إلى نفسه ومن أخذها بقدر الله بدون أن يطلب وعين عليها عاناه الله عليها ده بمس الناس بتطلب الإمارة دلوقتي ده بعد ما بيبقى أمير يعيز يلزق في الكرسي مش عايز يسيبه ما عادوش منع أنه يقتل الناس وشارد الناس عشان يفضل قاعد ما عادوش منع أنه يقتل البلد بحالها عشان يفضل قاعدة الكرسي مش بس بيطلبها للأسف الشديد لحاول أن يقولها بالله نقطة الملكة من نشاء وننزعه من نشاء ما ربنا أخذه وننزعه ولو ننزعه ولو ننزعه ولو ننزعه ربنا سعطنا بينتزعه منه لأنه متشابس بالشهوة شهوة الملك الراساسي يقول نحن نعطي الإمارة من نطلبها لكن سيدنا يوسف طلبها لأنه هو حق واحد به وهو اللي شايف الرؤية لكن ربنا الأولى له وننم كانتش يطلب لكن كلمة أخروته سنة كاملة قال رب جعلني على خزائن الأرض إني حفيتهم عليه أم ربنا أخره سنة كاملة ما خدهش إلى بعد السنة الرسول يقول لما كانتش يقال الجملة دي لكان الملك عينه بعدها في ساعتها على طول شوفوا الكلمة بتعمل وده مين سيدنا يوسف مالكم بقى قبل بشعر مثل الثاني واحد من الموثلين الغابرين كان فقيرا جدا في بداية حياتي وكان بيأكل الفول بيتبطر على الفول فقال يعني على طول فول فول فقال وإحمد ربنا على الصحة لهم صحة أنا مستعد يجيلي مرض قطير أو مستعد يجيلي سلطان ويبقى معي فلوس دارة الأيام وأصبح ممثل مصر الأول وعنده شركة انتاج بأكتر من نصف في اليونجلي وجاله السرطان اللي هو طلبه في الأربعينات ولسه مجدد شاب ومات مش انت المستعد جاله السرطان البلاء موكلهم بالقول واحد تاني على الفيسبوك كان دائما يكتب أنا حمود غري أنا حمود غري أنا حمود غري كان قاعد على كرسي من كراسي الأسماء المثبتة فجاء السيارة خوطة الكرسي والضمان على روي قصة طبعا القصة دي بتقال وأنا سمعتها لكن لما أرها بنفسي لكنها هذا مسأل من الأمثلة فجاء السيارة قد صدرت الكرسي فخضعة الكرسي من الأرض ورزلتها في البحر وغرق فالبلاء موكلهم بالقول أعطت أضرب لحضراتكم أمثلة كثيرة لكلام اللي بيقولوا الناس وبيصل بهم إلى مصيبة فربي الله سبحانه وتعالى منتظر أنت هتقول إيه؟ هتقنت من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا هتقول لها إن شاء الله خير بإذن الله خير فخلي بالك أومي لسانك عند وقوع المصيبة لو عاب تقول كلام يغضب الله سبحانه وتعالى وتقنت وتيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى وإذا ما يقول يبشر على نفسك فتكون النتيجة وقوع المصيبة لأن البلاء موكل ومقار فنعمل إيه؟ لو بتاعه قال كلمة قال مثلا أنا ميت ميت الموضوع ده فاشل فاشل لا يوجد فايدة لا يوجد فايدة يتوب إلى رسول الله سبحانه وتعالى في الحال وعنين يقول يسترجع ويقول لا إن شاء الله خير استغفر الله العظيم إن شاء الله خير بإذن الله الموضوع يتم الذي فيه الخير ربنا قدمه لكن كلام اللي فيه قنوط ولا يوجد فايدة ولا يوجد فايدة لا لا ينفعش ف مهم جدا جدا الإنسان يخلي باله من كلامه ألفاظه لأن الكلام يولد الإنسان مولد تهلك تهلك فأنا سأكتب لكم من الحديث ده والكلام ده تحت الفيديو تسخون شروع نشو أذر عين في ثواب العظيم أنا علمنا عمال في النهو أجرم عام في يوم القيامة لا يوجد ذلك من قريم شايف تشوش تبعليل الجرس اشترك في كناه يا صلاحكم كل جديد تساعدوني أنا شر صلحة ربوية كل قول هذا أستغفر الله لي ولك ونحاول أكتب لكم كلام ده تحت الفيديو عشان في التعليق عشان في بعض الناس ما بتحبب تتنسخ فلو ينزل تحت في التعليق ينسخ كلام ده ونشره نشو أذر عين في ثواب العظيم اللي أعلم علما فالله أجرم عام بيوم القيامة لنهو قوزات من قريم شايف تشوش تبعليل الجرس اشترك في القناة رسال لكم جديد سعادة